الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جماد الآخرة من عام واحدٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف من الهجرة النبوية وعلى صاحبها أفضل صلاةٍ وأزكى تحيه نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا فهماً ثاقباً وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً واجعل هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك الذي يحمل هذه الرسالة المباركة اجعله يا الله من المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكر الله عز وجل الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الحديد قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أيما الذي يمنعكم من الإيمان والحال أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين ومع ذلك من نطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفي بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات فلهذا قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به وأنه حق اليقين ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان وهذا من رحمته بكم ورأفته حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بوالدها وإن الله بكم لرؤوف رحيم هذه الآية هي الآية الثامنة والتاسعة من سورة الحديد ما مناسبتها لما قبلها قبلها في الآية السابعة الأمر بالإيمان آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وذكرنا اللطيفة في الفرق بين الكبير والكثير هذا من حيث الكم والكثير وهذا من حيث الكيف والكيف دائما أولى من الكم ثم عاتبهم وابخهم الله يأمركم بالإيمان آمنوا بالله ورسوله لماذا لا تؤمنون وما لكم لا تؤمنون بالله الله عز وجل خلق الخلق وأنعم عليهم وأرسل إليهم الرسول وأمدهم بصنوف النعم وهذا الكون كله في الآيات الكونية وهذا الوحي كله في الآيات الشرعية كلها تدل على الإيمان لماذا لا تؤمنون يعني مثلاً ولله المثل الأعلى حينما تقول لابنك أنا عطيتك وأمددتك وكل ما تحتاجه قدمته لك لماذا لا تطيعني لماذا لا تبر بي فإذن العقل والنقل بل والقيم والشمائل أن كل من أحسن إليك يكون له فضل عليك فكيف والله جل في علاه هو المحسن المنعم المتفضل فلولى الله ما كنا ولا خلقنا ولا اهتدينا ولا رزقنا ولا وفقنا لخير الدنيا وأيضاً في الآخرة في الجنات فكله فضل الله هذا الخلق وهذا الرزق وهذه النعم والآلاء والمعجزات والآيات الباهرات كلها تدل على الإيمان وما لكم لا تؤمنون بالله هي دعوة إلى الإيمان بعد أن أمر بالإيمان الأمر الواجه بصيغة الأمر آمنوا بالله عاتب من لم يؤمن وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم أي عذر لكم في الواقع ليس هناك عذر ولهذا كل من هدي وعمر قلبه وتأمل في هذا الكون وفي آياته الكونية والشرعية في سمائه في أرضه حتى كان أهل الجاهلية والمشركون والكفار يؤمنون بوجود الخالق بتوحيد الربوبية لكنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية يدركون أن لهذا الكون خالق الإنسان والخطبة والشعر في الجاهلية يستدلون بهذا الكون على وجود المكون له والخالق له هذا يقول مثلاً ليل داج وسماء ذات أبراج ثم يأتيك البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير يعني آيات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد إذن وما لكم لا تؤمنون بالله هذه دعوة لغير المؤمنين وهي دعوة للمؤمنين أيضاً في أن يصدق إيمانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وهي دعوة مثلاً لعصاة المؤمنين والمقصرين في حق الله أن يفيئوا إلى الله وأن يعرفوا قدره وأن يعرفوا أن التقصير في الإيمان تقصير في حق الله تبارك وتعالى ومن ثم لن يتحقق خير ولا توفيق لا في الدنيا ولا في الآخرة لمن لم يؤمن بالله أي عذر لكم وأي مانع من الإيمان وقد أزيحت عنكم العلل وقامت عليكم البينات والحجج الواضحات فلماذا لا تؤمنون بالله دعوة وأحياناً أسلوب التقرية والتوبيخ يكون أبلغ من أسلوب الأمر يعني لو ما تقول للإبن ولا للشاب ولا الفتاة أفعليك أنت ابن فلان وأنت المسلم كذا تفعل هذه الأفاعيل يعني حما توبخه ولهذا أسلوب القرآن عبس وتول أن جاءه الأعمى شوف كيف العتاب عفى الله عنك لما أذمت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وكانت هذه أبلغ من يا أيها النبي مثلاً اتق الله العتاب بهذا الأسلوب الرقيق أيضاً حتى بعدها يكون عتاباً عنيفاً لأنه قد يكون له أثر تربوي بالذات في نفس الإبن أو نفس المتلقي أي كان يكون العتاب اللطيف لا سيما إذا كان من صاحب أو ولي نعمة كالأب كالأستاذ كالمسؤول كغيرهم ما إعراب ماها ما لكم مبتدأ وخبره لكم والاستفهام للتوبيخ والتقريع وما لكم يوبخهم على عدم الإيمان وجملة لا تؤمنون بالله حال وما لكم لا تؤمنون بالله والحال أنكم أنه دعاكم لتؤمنوا بربكم والحال أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وأيضاً عدم الإيمان بالله فيه سوء أدب مع الله وسوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو يدعو إلى الإيمان ولهذا من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم القيام بحقوقهم وإجابة دعوتهم ما لكم لا تؤمنون بالله والحال أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وآخرهم وختمهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم أظن الآن السياق واضح الجملة حالية ما لكم لا تؤمنون بالله والحال أن الرسول يدعوكم ما لك لا تشكر النعمة والحال أن النعم تكتنفك من كل جانب ما لك لا تطيع الوالد والوالد قام بالإنفاق عليك وبتعليمك وبالاهتمام بك والوالدة كذلك والأستاذ الذي يعلمك والمسؤول الذي يهتم بك فإذن هنا بيان الحال وما لكم لا تؤمنون والحال أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وفي هذا زيادة التأكير وزيادة أيضا توبيخ إذن مفائدة إرسال الرسول وهم إنما بعثهم الله لهدايتكم وإيمانكم وتوحيدكم واتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأجملة لا تؤمنون حال من الضمير في لكم والعامل فيه ما فيه من معنى الفعل وهو الاستقرار يعني أي شيء من إيمان ثبت لكم واستقر في قلوبكم وأنتم لا تؤمنوا وأنتم غير مؤمنين وحقيقته ما سبب عدم إيمانكم لماذا لا تؤمنون على توجيه الإنكار والتقريع والنفي إلى السبب مع تحقق المسبب ماذا معنا يعني نفي عدم إيمانكم هذا سبب المسبب ما هو إن وجود الرسول اللي يدعوكم فكلاهما تقصير فكلا الأمر يعني عدم الإيمان عدم اتخاذ السبب وأيضا عدم التحقق للمسبب فكلا الأمرين أمر خطير يستحق التوبيخ والإنكار والتقرير هذا معنى المعنى الثاني من معاني هذه الآية وما لكم لا تؤمنون أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا ما آمنتم ليس لكم شيء من الثواب في الآخرة إذن الجواب الأول في حال الدنيا مع الرسالة ما لكم لا تؤمنون بالله والحال أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فكان عليكم أن تؤمنوا والمعنى الثاني أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا بالله مع أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وجملة والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم في محل نصب على الحال من ضمير وما لكم لا تؤمنون مفيدة توبيخهم على الكفر مع تحقق ما يجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم ما يجبه أي وأي عذر لكم في ترك الإيمان والحال أن الرسول يدعوكم إلى الإيمان وينهاكم أو ينبهكم على صحة ما جاء به من الحجج والهدايات والآيات البينات ومنها هذا القرآن الآيات الشرعية الوحي ومنها الآيات الكونية السماء الأرض الجبال هذا الخلق كله خلق من خلق الله إذن ألا يستحق الإيمان بالله ومن لا يؤمن ألا يستحق التوبيخ ولهذا الكون كتاب مفتوح والشرع أيضا وحي ممنوح لكل من أراد الله هدايته ومن لم يؤمن مع قيام هذه الآيات البينات فأي خير يرتج منه في الدنيا وأي ثواب يرتجيه هو في الآخرة إذن فإن الدعوة المجردة لا تفيد لو قالوا ما لكم لا تؤمنون بالله فقط ما حصل المقصود لكن ما لكم لا تؤمنون بالله والحال أن الدواعي للإيمان بالله موجودة من إرسال الرسل والآيات البينات والمعجزات وهذا الكون وهذا الوحي فلو لم يجب الدعي دعوة مجرد وترك ما دعاه إليه لم يستحق الملامة والتوبيخ ما نوع اللام في قوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا اللام في لتؤمنوا فيها معنيان الأول أنها بمعنى إلى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم إلى الإيمان بربكم ويحتمل أنها للتعليل وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا أي تعليلية أن يدعوكم إلى الإيمان لأجل أن تؤمنوا فكونكم لا تؤمنون استحقاق للتوبيخ واليوم اليوم اليوم في هذا العصر يوجد أناس لا يؤمنون مع قيام الدلائل على التوحيد والإيمان بالله ويوجد من المؤمنين من المسلمين في عمومهم من يقصر في التوحيد والإيمان بالله لا سيما في توحيد الألوهية قد يؤمن بأن الله الخالق الرازق لكن لا جاه مرض أو أصيب بعاه أو شر ذهب إلى توجه إلى غير الله والعياذ بالله من القبور أو الأضرحة أو من يسمون بالأولياء أو غيره لا يملك ذلك إلا الله لا يستحق أحد الإيمان ولا التوحيد إلا الله جل في علع وقد أخذ ميثاقكم أيضا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يعني دعوة الرسول من أكبر الدوائل إيمانكم ومع هذا قد أخذ عليكم الميثاق أن تؤمنوا ولم تؤمن متى أخذ الميثاق؟ الميثاق ميثاقات الميثاق الأصل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم الميثاق على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى طيب كيف قالوا بلى؟ وهم الآن لا يؤمنون ألا يستحق ذلك التوبيخ والإنكار؟ بلى والله وقد أخذ ميثاقكم إما الميثاق الأصلي المأخوذ في عالم الذر سمونه حين أخرجهم من صلب آدم في صورة الذر وهو النمل الصغير صغير النمل والمعنى أي والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم ومع ذلك خالفتم هذا الميثاق حين الناس يطالبون بمواثيق شرف أين الميثاق الأعظم الذي أخذه الله من آدم ومن ذرية آدم وهم في صلب آبائهم في أصلاب آبائهم ليؤمنوا والقول الآخر أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق نفس البعثة والدعوة إلى الإيمان هو ميثاق بين الرسول عليه الصلاة والسلام الداعي والمدعوين يعني قامت عليكم الحجة فما لكم عذر في عدم الإيمان بالله إنها دعوة إلى الإيمان لغير المسلمين ودعوة إلى تحقيق الإيمان وتصديقه من المؤمنين ودعوة إلى التوحيد لله عز وجل في أسمائه وصفاته وقبل ذلك في ربوبيته وألوهيته فلا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلى الله ولا يطلب النفع إلا من الله ولا يكشف الضر إلا من الله ولا تتوجه في غير أمورك إلا إلى الله فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان القراءات وقد أخذ ميثاقكم هذه قراءة الجمهور قراءة الجمهور وقد أخذ ميثاقكم في البناء على الفاعل وهو الله وقد أخذ الله ميثاقكم والقراءة الثانية قراءة أبي عمر وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والقراءة المشهورة قراءة الجمهور بالنصر إن كنتم مؤمنين كرارا شوف كيف الدلائل والهدايات والآيات في آية وحدة وهي دعوة إلى الإيمان بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين فأوفوا بالميثاق الذي أخذ عليكم هذا موجب ما فإن هذا موجب موجب لا موجب وراءه ولهذا قال الشوكاني إن كنتم مؤمنين بما أخذ عليكم من الميثاق أو بالحجج والدلائل أو كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته والمعنى وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهيم على صحة ما جاء به وقد أخذ عليكم الميثاق الأول والرسول أخذ عليكم الميثاق بما نصب لكم من الأدلة على وحدانيته في الكون والحياة في الأرض في السماء في البر في البحر في الأنفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون بما تشاهدون من بديعي صنعها وعظيم خلقها إن كنتم تؤمنون بالله بالأدلة النقلية وهي الوحي والأدلة العقلية التي هي هذا الكون المفتوح الحقيقة آية عظيمة آية عظيمة في الدلالة على الإيمان وتوبيخ من لم يؤمن مع قيام الحجج القطعية ومع هذا في الآية التاسعة إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي الله الذي ينزل على عبده آيات بيّنة أكد عليهم الحجج والدلائل والبراهيم في وجوب الإيمان قطع عليهم الحجة وأزال معذرتهم بتقرير إنزاله لهذه الآيات التي لا عذر بعدها هو الله سبحانه وتعالى الذي ينزل بواسطة جبريل عليه السلام وقرئ ينزل بالتشديد وينزل بالتخفيث وقرئ أنزل على صيغة الماضي هو الذي ينزل وقرئ هو الذي أنزل على عبده آيات بيّنة قرأها زيد بن علي والأعمش بصيغة الماضي أيضا إلزام وقطع للمعذرة والحجة احتما يكون ولهذا رسلا مبشرين ومذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسع ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أنزل على عبده أو ينزل على عبده آيات بيّنات اللي هي الوحي بيّنات واضحات الأوامر النواهي الحلال والحرام الآيات الشرعية القرآن الوحي من السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقيل المعجزات المعجزات المتكافر وأعظم هذه المعجزات القرآن لماذا لا ليخرجكم للتعليل ما أنزل هذه الآيات البيّنات وما أرسل هؤلاء الرسل إلا لتؤمنوا ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم أيها الناس أيها المؤمنون بتلك الآيات ينزل على عبده آيات بيّنات لماذا التعليل ليخرجكم ماذا كنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل القرآن وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين ضلال مبين نكرة نكرة تعم جميع أنواع الظلال ظلال العقيدة وظلال العلم وظلال يعني كل شيء من أنواع الظلالات الكفر الشرك الشك الجهل المخالفات هذه هي الظلمات ظلمات المعنوية ظلمات بعضها فوق بعض إلى النور اللي هو القرآن الإيمان التوحيد السنة اليقين العلم الموافقة للأوامر والنواعي أو ليخرجكم عبده شك ليخرجكم المعنى الله أولا ليخرجكم الله من الظلمات إلى النور والثاني المعنى الثاني ليخرجكم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بعد فضل الله ومنه لأنه هو السبب وهذا دليل على أن الهداية نوعاً الرسول عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور بتلك الآيات بتلك الدعوة هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ومن وقع في الظلمات بعد قيام الحجة فلا عذر له يعني مثلاً ما عذر الناس اليوم بعدم الإيمان وقد قامت الدلائل فلا عذر لأحد لا عذر لأي إنسان قصر في التوحيد وقصر في السنة وارتكب البدع والمخالفات والشركيات لماذا؟ وقد وضحت الآيات البينات وقد بيّنها النبي عليه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلا عذر لأحد هذا طريق التوحيد والإيمان والسنة وهذا صراط الله المستقيم وعلى يمينه ويساره وشماله أصريطة وطرقات وسبل هي سبل الشيطان وشياطين الإنس والجن ولكن من أراد نجاته فعليه بالتوحيد والإيمان والقرآن والسنة وإن الله بكم لرؤوف الرحيم أيضاً هذا معنى فيه الدلال على الإيمان لاحظ وإن الله سبحانه بكم أيها المؤمنون لرؤوف الرحيم فلماذا لا تؤمنون الله الله أرأف بكم وأرحم بكم من الوالدة بولدها أرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب وكلأكم بالنعم ما ظهر منها وما بطن وهو بكم رؤوف رحيم لماذا لا تؤمنون لماذا لا تقابلون هذه الرأفة والرحمة برأفة ورحمة مثلها تدلكم على الإيمان بالرؤوف الرحيم وهو بمعنى المفهوم ترى الذي لا يؤمن الله به شديد العقاب بمفهوم المخالفة واضح هذه لفتات مهمة ولطائف مهمة في عجز هذه الآية بهذا العجز وهذا الختام الرأفة والرحمة هل هما بمعنى واحد ولا بمعنيين بمعنى واحد نعم هذا قول وقيل إن الرأفة أشد من من الرحمة الرحمة عامة لكن الرأفة مزيد خصوصية وشدة زيادة رحمة هذه تسمى رأفة ومع هذا فالله جل وعلا في عظيم صفاته وجليل أسمائه جمع بين الرأفة والرحمة وإن الله بكم لرؤوف الرحيم في رحمته العامة وفي رأفته الخاصة بالخلص من عباده ألا يبعثنا ذلك إلى الرحمة وإلى سؤال الرحيم والرؤوف وأن نتراحم فيما بيننا وأن تسود الرحمة بين أمة الإسلام في وقت عصفت فيه الفتن والمحن وأصبح بعض الناس يعكس آية أشداء على الكفار رحماء بينه يصير أشداء على المؤمنين الرحماء أحيانا بغير المسلمين والرحمة جاءت عامة وما أرسلناك إلا ورحمة للعالمين ومع ذلك فالمؤمنون يختصون بمزيد رأفة الله عليهم وبهم وهذه نعمة عظيمة فلا تقلق أيها المؤمن وأبشر برحمة الله ولا تقلق أيها العاصي وأبشر برحمة الله بل ورأفته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا رحمة ولا رأفة أبلغ من هذا والرحمة والرأفة إما بمعنى أو بمعنيين معنى عام ومعنى خاص رحمة عامة ورحمة خاصة رحمة بالناس جميعا ورحمة بالمؤمنين ورحمة المؤمنين أيضا خاصة كمعية الله عز وجل المعية الخاصة والعامة وهو لأهل الإيمان الخالص الصادق المؤمنين الموحدين أكثر رأفة بهم من غيرهم ولهذا لا تقلق أيها المؤمن مهما لهمت عليك الفتن والمحن والكروب والخطوب والهموم والغموم أبشر برحمة الله الرأو في الرحيم لكن ضريبتها الإيمان الإقبال التوحيد اتباع السنة اليقين الصبر وليبشر العبد بالخير معنى الآية هو الذي ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الدلائل الواضحات والآيات البينات من أجل أو لعلة إخراجكم من الكفر أي رأفة أو رحمة أعظم من هذا يخرجك من النار إلى الجنة بهذه الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام له حق علينا وله فضل وله شرف الرسالة لولى الله سبحانه وتعالى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وإرسال الرسل لبقي الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء يعبدون الأصنام والأوثان فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وهو أرأف بنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ها شف اجتمعت رؤوف رحيم فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى عليه وعلى المهاجرين والأنصار فيا من يريد نجاته أحب رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنة باتباع سنته ولزومها والوقوف عندها لا سيما حينما تكثر الفتن وتغلب البدع كن أنت على التوحيد والسنة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام دعاكم ودعانا من الكفر إلى نور الإيمان من الضلالة وأنواع الضلالات إلى الهدى ولرأفته بكم ولرحمته لكم مكن لكم من النظر في الأنفس والآفاق لتهتدوا إلى معرفته على أتم وجه وأفضل سبيل وما لكم لا تؤمنون بالله الهدايات الحكم والأحكام أهمية الإيمان وجوب الإيمان التوبيخ والتقريع لمن لم يؤمن أيضا إثبات الرسالة وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم قيام الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوته وهداية الناس على خير وجه وأتمه عليه الصلاة والسلام يدعوكم لتؤمنوا بربكم التزام العهد والميثاق واجب المؤمن أن يلتزم العهد والميثاق الأول والعهد والميثاق الأخير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين أيضا دعوة إلى الإيمان إن كنتم مؤمنين فآمنوا صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل منة الله على عباده بإنزال القرآن وإنزال القرآن فقط ليس ليوضع في الرفوف ليعمل به ولي يقتدى بأوامره وتجتند زواجره وليكون كتاب الهداية والصراط المستقيم ليخرجكم من الظلمات إلى النور أهمية الإيمان والعلم والحذر من الجهل والشرك وظلمات الغواية أيضا التفكر في هذه الآيات البينات النقلية والعقلية الكونية والشرعية ولا عذر لأحد لا عذر لأحد في عدم الإيمان بالله ومع هذا جاء التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر ترى فيه جنة وفيه نار جنة للمؤمنين والموحدين ونار لمن لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم هذه شيء من الوقفات التفسيرية والمعاني اللطيفة في هذه الآيات المباركة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان به على وفق مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا اتباع سنته وأن يجعلنا ممن وفى ووفى بالعهد والميثاق وأن يرزقنا وإياكم ووالدين الجنان العلا التي أعد الله للمؤمنين به جل وعلا الحديثة مش معنا الحديثة ليش معنا الحديث يعني إقراء الحديثة نعم علم به حسن والحديث لو قلناها يعني على الاستئناف الحديث يقرأ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم مجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوي هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تحدثنا عن الأوقات السابقة وصلنا إلى العشاء العشاء ومسمياتها وأن الصحيح أنها تسمى العشاء قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء قال متى يصلي العشاء يرشد نجابر رضي الله عنه في أوقات الصلوات متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها قال والمغرب إذا وجبت الشمس أو غربت والعشاء أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا منصوبة ولا مرفوعة منصوبة منصوبة على ماذا منصوبة على الظرفية ظرف زمان يعني في زمان يصليها يعجل بها وفي زمان يؤخرها إذن أحيانا وأحيانا في محل نصب على الظرفية والعام المحذوف أي أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر والأحيان جمع حين جمع حين والحين المدة من الزمن تطلق على القليل والكثير انتظرتك مثلا حينا من الزمن ممكن أن تكون يوم وممكن أن تكون سنة وممكن أن تكون أكثر أو أقل إذن الحين يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور على المشهور لكن هي إلى القليل أقرأ أحيانا أحيانا وأحيانا والمراد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في الزمان الذي يجتمع فيه الصحابة فيعجل العشاء وينظر إلى الزمان الذي يتأخر فيه الصحابة لسبب أو لآخر فيؤخرها هذا دلالة على فقه الإمام فقه الإمام إذا امتل الناس وامتل الحرام وامتل المسجد أنا وش أنتظر يقيم الصلاة ولهذا من فقه الإمام أنه إذا اجتمع المصلون يصلي لأن الزمان يشق عليهم بالذات في الحرب ولهذا نحن مثلا في المواسم في رمضان في الحج إذا كثر الناس من فقه الإمام أنه يعجل الإقامة ويقصر الصلاة ما بيقصرها يعني صليها ركعتين يقصر التلاوة ما يجلس يقرال جزو والناس مساكين مرة مضنوكين من الزحام إذن هذا من فقه الإمام وكان النبي عليه الصلاة والسلام سيد فقهاء الأئمة وأفقههم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام العشاء كانوا يتعشون قبلها وكانوا أيضا قد يتعبون في النهار فيكون من السنة تأخيرها هذا في الأصل أن العشاء السنة تأخيرها لكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أنه ينظر إلى الوقت الذي يجتمع فيه المصلون فيصلي يعجل يقيم الصلاة وإذا تأخر يؤخرها وهذا كما قلنا من فقه الإمام وقيل إن الحين يقع على ستة أشهر على الكثير فقط وقيل على أربعين سنة والحديث يقوي ويدل على أنه يدل على القليل والكثير والمعنى أنه كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم وفي أحيان بالتأخير وأيضا يمكن يراعى وقت الشتاء والصيف إذا طال الشتاء مثلا الليل في الشتاء يمكن يتأخر أما مثلا في الصيف وهكذا من فقه الإمام مراعاة أحوال الأئمة في الزمان وفي المكان وفي المقدار المشروع من التلاوة حتى في التسبيحات إذا ركعوا إذا سجد أجلس يسبح لمئة تسبيحة وإلا خمسين تسبيحة ويقول والله نبيهم يخشعون الدنيا أخذت الناس ونريد أن الناس في الصلوات وفي المساجد لا هذا ليس من الفقه وأيضا ليس من التيسير ولا من الترغيب في الصلاة قوله رضي الله عنهم إذا رآهم اجتمعوا عجل هذا وش يفسر يفسر أحيانا وأحيانا العشاء أحيانا يعجل وأحيانا متى إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر إذا رآهم الإمام النبي عليه الصلاة والسلام والمراد هم الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا عجل بالصلاة لأن في تأخيرها تنفيرا لهم ومشقة عليهم وإذا رآهم أي رآ المصلين أبطأوا من الإبطاء أي تأخروا عن الحضور والاجتماع أخر يعني أخر الصلاة بمن حضر منتظرا اجتماعهم ليكسبوا ويحرزوا فضيلة الجماعة لكن بما لا يشق على المتقدمين وكذلك انتظار الذين يدخلون المسجد لا بأس بالانتظار انتظارا لا يشق على المتقدمين وعند مسلم رواية أحيانا يؤخرها وأحيانا يؤخر وأحيانا يعجل كان إذا رآه مجتمع وللبخاري إذا كثر الناس عجل وإن قلوا أخر ونحوه لأبي عوانة في رواية هذا ما يتعلق بالعشاء قال والصبح بيأتينا إن شاء الله أنه يصليها بغلس والصبح يجوز فيها النصب يعني كان يصلي الصبح ويجوز فيها الضم على الاستئناف أو تقدير فعل نعم والضم والصبح والأرجح النصب لأنها معطوفة على جملة فعلية سبقتها وعلى هذا يكون النصب أرجح ويقدر الفعل والتقدير ويصل الصبح الصبح يعني الفجر وتسمى الصبح منين؟ من الصباحة من الصباح الصباحة من الصباحة وهو الإشراق والحسن والجمال ولهذا وجه صبوح أي حسن وجميل وسمية صلاة الصبح لأنها أول الوقت والمسلم يؤديها فيشرق صباحه بالخير والبركة ويجوز أن يكون من قولهم شيء أصبح يقال رجل أصبح وامرأة صبح البيضاء الصباح والصبح أو الصبحاء البيض مع الحمرة فيه مسألة مهمة في هذا الحديث جابر رضي الله عنه بأي وقت بدأ قال كان يصلي في أول الحديث بأي وقت بدأ بالظهر أين الفجر أو ليست أول الأوقات الفجر فلماذا بدأ جابر بالظهر واضح للإشكان أول الأوقات الأوقات خمسة الفجر الصبح الظهر العصر المغرب العشة جابر هنا بدأ بالظهر كان الأولى أن يبدأ بالفجر فلماذا بدأ جابر بالظهر اختلف أهل العلم لماذا بدأ جابر رضي الله عنه الحديث بميقات صلاة الظهر مع أن أوقات الصلاة تبدأ بالفجر الجواب من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنها أول صلاة الظهر أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما علم جبريل النبي الصلاة أول ما بدأ جبريل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر فناسب أن يبدأ جابر بما تعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أول صلاة صلاها الظهر وعلمه إياها جبريل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنه قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في نهاية المطلب في دراية المذهب وهو من كتب الأمهات في فقه الشافعية قال تقع البداية بوقت صلاة الظهر تأسيا بما ورد في قصة جبريل هذا حقيقة وجه قوي الوجه الثاني لما جبريل علمها النبي عليه الصلاة والسلام علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أول صلاة علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في المواقيت الظهر كما في حديث جابر وحديث بريدة رضي الله عنهما الوجه الثالث أن الله تعالى قد بدأ بها أقم الصلاة لدلوك الشمس ولا لطلوع الشمس لدلوك الشمس إذن الله قد بدأ بها بالقرآن ونبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروى من شعائر الأل يبدأ بالمروى معنى ما فاته شوط وهكذا نحن نبدأ بما بدأ الله بأقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها وميلها إلى الغروب هذه أدلة الحقيقة قوية ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح عند أبي يعلى في المسند والضياء في المختارة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر عند دلوك الشمس وأخرج الطبراني بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن دلوك الشمس زوالها وميلها وأخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ زوال الشمس قال القاضي حسين ولأنها أول صلاة وجبت بعد طلوع الشمس ولذا سميت صلاة الظهر الصلاة الأولى ولهذا بدأ بها الصحابة رضي الله عنهم حين سئلوا عن الأوقات أوقات الصلوات كما في حديث جابر وحديث أبي برزة رضي الله عنهم أجمعين ولهذا سار الفقهاء الفقهاء ساروا في ترتيب أوقات الصلوات في كتب الفق على أحد هذين المنهج إذن للفقهاء منهجاني في بياني وافتتاح باب المواقيت في كتاب أو من كتاب الصلاة أحدهم كان يبدأ بالظهر أو بعضهم كان يبدأ بميقات الظهر وآخرون بدأوا بالفجر أنا أعطيكم نماذج في افتتاح الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم كتبهم في أوقات الصلاة إذن منهجان منهم من بدأ بالظهر وهو المنهج الأول وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند الحنابل الشافعية في القول الجديد شوف كيف القول الجديد معناه كان للشافعي قول قديم وهو أنه يبدأ بالفجر ثم رأى أن الأرجح الظهر فبدأوا بالظهر ومثلهم الحنابلة الرواية المشهورة عند الحنابلة البداية عند مواقيت الصلاة بميقات الظهر وهناك رواية مخرى ستأتيها إذن المالكية ولاحظ أن الحنثية ما بدأوا بالظهر الحنثية بدأوا بالفجر لاحظوا يعني هذا التقسيم المالكية منهم ابن عبد البر وهو من كبار علماء المالكية في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة وأبو الحسن الرجراجي في مناهج التحصيل في شرح المدونة وابن رشد في بداية المجتهد والقرافي في الذخيرة وابن جزي في القوانين الفقهية بدأوا جميعا في كتاب المواقيت في الصلاة في صلاة الظهر استنادا لحديث جابر الذي معناه ومن الشافعية الشافعي في الجديد وابن المحاملي في اللباب في الفقه الشافعي والماوردي في الحاوي الكبير والشيرازي في المهذب وابو المعالي الجويني في نهاية المطلب وابو الحسين العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي ومن الحنابلة الخراقي والخراقي من أقدم الحنابلة ومتنه المتن المشهور الذي عليه الروض المربع وابن قدامة في المقنع وفي الكافي وفي العمدة وابن مفلح في الفروع والبهوت في كشاف القناع عمة الإقناع وغيرهم كثير ودليلهم أو حجتهم ما ذكرناه من حديث جابر والأوجه التي ذكرناها في قصة جبريل وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام المنهج الثاني من الفقهاء من يبدأ بصلاة الفجر في التأليف من الحنفية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله في أيضا وصاحب المبسوط السرخسي في المبسوط وعلاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهة والكاساني في بدائع الصنائع وبدر الدين العيني وغيرهم ومن الشافعية الشافعي في القديم ومن الحنابلة أبو الخطاب الكل وذاني أو الكل وذاني في كتابه الهداية على مذهب الإمام أحمد ما علت عرفنا علت من بدأوا بالظهر علت من بدأوا بالفجر يعني احتجوا أو عللوا هذا الفعل والمنهج أيضا بثلاثة أوجه من العلن الأول أنها أول اليوم أو أول ما نبدأ نقوم من النوم نصلي وإش نصلي الظهر لا نصلي الفجر ونستفتح يومنا بصلاة الفجر فالفجر أول اليوم فناسب أن يبدأ به الوجه الثاني الوجه الثاني أن الله كما قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس قال في آية طاها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحنا صلي قبل طلوع الشمس متى؟ أي وقت؟ الفجر فبدأ الله بها فنبدأ بما بدأ الله به انظر كيف العلماء رحمهم الله ينظرون إلى أدلة وإلى أوجه استدلال ولهذا فإن طالب العلم ينظر في مجموع الأدلة ونحن هنا في صلاة الظهر وصلاة الفجر ننظر إلى آية الإسراء كما ننظر إلى آية طاها فنجمع بينهما فعن أبي بكر عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لجنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة في قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل صلاة المغرب والعشاء وأطراف النهار صلاة الظهر شوف كيف ظهر صالة الأخيرة وأطراف النهار لعلك ترضى إذن هذا وجه أيضا قوي في الاستدلال بآية طه الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها حين سئل عن وقت الصلاة وكان ذلك بالمدينة ولعل حديث جابر وحديث أبي برزة متقدم في مكة وحديث البداية بالفجر بالمدينة وهل نأخذ بالمتأخر ولا بالمتقدم نأخذ بالمتأخر لأن المتأخر هو ما استقر عليه العمل لا على الأول وهذا أيضا وجه قوي الراجح ها يلا يا اللصور وش يبدو لكم من خلال الأدلة الفجر 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 الظهر 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 أدب الخلال الحمد لله كل له دليل وكل له وجه وكل له سلف من الأئمة ونحن نتعود في الحرم في دروس أدب الخلاف نحترم الأئمة جميعا ونحترم أيضا استدلالهم وأوجه استدلالهم ونترحم على أبي حنيفة النعمان وإمام دار الهجرة مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافع والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا ويبقى الترجيح قد يكون المالك يرجح الظهر وقد يكون الحنفي يرجح الفجر والحمبل في روايتين والشافع في الجديد والقديم وكل اجتهاد معتبر فإن يكون صوابا فهو أجران وإن يكون خطأا فله أجر وكلهم من رسول الله ممتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم رضي الله عنهم ورحمهم ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوالهم وأن يحقن دماءهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يحفظ مقدساتهم وأن يحرر الأقصى والقدس الشريف بمنه وكرمه وأن يحقن دماء المسلمين ويصلح أحوالهم وأن يوفق أئمتنا وولاة أمرنا لكل خير ويجزيهم خير الجزاء إنه جواد كريم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر